اهلا بكم في مطبخ بيت زشيف عاملين ايه ان شاء الله تكونوا كويسين وفي احسن حال انهاردة هنعمل مع بعض سندوتش للفطار سهل وسريع ولزيس ونقدر نحضره في وقت وجيز جامد ما بيتعداش خمس دقايق عندي واحد بيضة وعندي كمان شريحة من اللانشون وشريحة من الجبنة الرومي الى جانب فلفل ايه مقطعها وكام حبة زتون مقطعوهم وعندي رييف عيش اللي هعمل بيه السندوتش هبدأ اضيف الملح والفلفل الاصمر للبيضة وارجها كويس واحط الزبدة السيح عندي طبعا هنا ممكن تستخدمي اي نوع من انواع الخضروات اقل او ازياد على حسب الرغبة ممكن تضيفي طماطم ممكن تضيفي بصل نفس الحكاية في الجبن الجبن هنا اختياري ممكن تستخدمي جبنة رومي ممكن تستخدمي جبنة بيضة ممكن جبنة فيتا جبنة اريش على حسب المتاح عندك هبدأ اخد رييف العيش وحطه على الظهر دي اهم نقطة عندي سواء عيش ابيض زي ما انا مستخدميه او عيش بلدي بتاع الافران تحطي الظهر انا عايزة احمي الظهر بتاعي العيش كويس اوي اهو انا حطه على الظهر هو جانب واحد بس الظهر اللي بحط عليه العيش وبعد كده هنشوف الخطوات مع بعضها تتم ازاي اول ما العيش يسخن كويس هبدأ اشيله وارجعه للطبق تاني وبعد كده انزل بالخضار في حالة ان انت بتضيفه خضار لانك ممكن تعمل الوصفة من غير ما تضيفي اي نوع من انواع الخضار تضيفي ساعتها البيضة على طول وعلى طول اضيف البيضة اللي انا رجتها وبعد كده انزل بقى عليها رجيه في العيش من الجانب السخن بس ليه؟ لان الجانب السخن هيساعد البيض على السوى وفي نفس الوقت انا عايزة الزق البيض في العيش مجرد ان البيض يستوي هبدأ اقلبه على الوجه التاني كده تماما هون هبدأ بقى اضيف شريحة اللانشون مع الجبن الرومي ودي كلها زي ما قلت لك اختيارات على حسب الرغبة وابدأ بقى اغلق السنويتش الجيهة التانية والجيبن هنا عندي هتسيح وتعمل الالتصاق لجنبين بتعوتي السنويتش وبكده نكون حضرنا احلى سنويتش تقدري تفطري بيه تقدري تخديه معاك الشغل تقدري تعمليه لزوك وياخده معاك الشغل تقدري تعمليه لابنائك وهما رايحين المدرسة سنويتش طعم ولزيز جامد جدا الى جانب وقته وما بيستغربش شي ودوة السنويتش بتاعنا بعد ما خلصنا تقدري تقطعيه وتقدري تقدري تقدريه سليم وتلف فيه وتخديه معاك ان شاء الله تجربي الوصفة وتنال اعجابكم ساعدت بيكم ومعاكم كانت معاكم نادية فايد من مطبخ بيزة شيف دمتم في رعاية الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرد على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا اشتركوا في القناة